ريال مادريد يفرض أحكمه في دور الأبطال واللعب في أكثر ملاعب أوروبا صعوبة رحلته إلى ملعب أليانز أرينا في السنوات الأخيرة اقترنت بنجاحات مبهرة وأمس خلال ذهاب الدور نصف النهائي عاد الفريق الملكي ليؤكد تقاليده أمام البايرن شخصية المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتين عكست على لعبيه منذ الدقائق الأولى الهدوء واللعب المباشر وذكاء توني كروس أو عبقريته فتحت دفاع البايرن أمام فينيسيوس الذي سجل مبكرا هدف هز نفوس جماهير البايرن ودفع الفريق نحو البحث عن الرد السريع الذي تأخر حتى الشوط الثاني بعد عملية هجومية من لوروا ساني الذي مثل تهديدا لدفاع الفريق الملكي طيلة أتوار اللقاء ولأن أمسية الأليانز أرينا أخذت مسارا مثاليا للعملق البافاري بعد هدف التعادل استفاد الإنجليزي هاريكين من ركلة جزاء ليتقدم بايرميونيخ فأحسى الريال بعد ذلك بالخطر لتتحرك الآلة الهجومية ويتحصل على ركلة جزاء ثجلها فينيسيوس وحول الحسم إلى ملعب سانتياغو بيرنبيو كارلو أنشيلوتي خرج أراد عن النتيجة أظن أننا بذلنا مجهودا كبيرا خصوصا في الانفاس الأخيرة من أجل معادلة النتيجة ولقد حققنا ذلك البايرن قدم اليوم أفضل نسخة له نحن في بعض الأحيان كنا جيدين وأحيانا أخرى لم نكن في مستوانا المعهود حينما استقبلنا هدفين أظن أنها نتيجة نجابية تمنحنا التفاؤل قبل لقاء الإياب والمباراة لا زالت مفتوحة خصوصا أن البايرن أبان على أنه يتوفر على لاعبين بإمكانيات كبيرة وبعيدا عن هذه القمة ليون باريسان جرماي وجيوبورسيا دورتمونت في نصف النهائية الثانية على مرعب سيغنال إدونا بارك المباراة تنترق على الساعة الثامنة بالتوقيت المغربية